طبعاً إخواناً في هذه القناة المباركة لا يخفى عليكم أيضاً أن نحن في أزمة شديدة ويعني كانت أعطيت للقناة فرصة لحد إلى نهاية شهر أكتوبر وها هو الشهر يلتقط أنفاسه الأخيرة الشهر يلتقط أنفاسه الأخيرة ومع نهاية هذا الشهر أيضاً ستنتهي مهلة مواصلة البث فنحن نريد أيها الإخوة أن نبادر إلى الله عز وجل بهذا الخير قدم لنفسك قغباناً بيننا قدومك على ربك سبحانه وتعالى كلنا أيها الإخوة دعاة إلى الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تابعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً أنت دلوقتي بتبذل الهدى للناس كل إنسان سمع منك كلمة فهي في ميزاني طيب أنا دلوقتي مثلاً رجل لا أستطيع لا أكاد أبين ما بعرفش أتكلم ما بعرفش في الدعو ما بعرفش في العلم ما بعرفش واضحي زي طيب لكن أنا مثلاً امتن الله عز وجل علي بالمال طيب بغي عليك أن تعود بهذا المال في أبواب الخيرات والطاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له ومن أفضل أبواب الخير يا هذه الأبواب أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن مثلاً يكون هناك مثلاً قناة تقف على الرصد لتبليغ دين الله عز وجل وإماطة الجهل عن الناس وتعليم الناس أمور دينهم بأسلوب صحيح هذا من الأبواب التي لا ينبغي للعاقل أن يغفل عنها إطلاقاً وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جهز غازياً فكأنما غزى أنا مثلاً لأم معرش في هذه الأمور لكن أنا عندي مثلاً ملكة كما قلت لك مثلاً امتن الله عز وجل علي بالملكة خلاص أعود به على هذا الرجل مثلاً أنت عندك طالب علم نجيب عليه مخايل النجابة طب ما تدعمه قف معه مثلاً تبناء مثلاً أصرف عليه قف معه وشوف محتاج كتب محتاج مصارف محتاج إلى غير ذلك هذا الشخص هذا الطالب أو هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الداعية كل كلمة يقولها ويبلغها هي في ميزانك فمبالك إذا كان هذا مش طالب علم كأمثال جبال تهابة بيض يقول له يا رب أن ليه هذا أنا علمتش حاجات لك الله يا رب أنا لعمري كنت بخطب ولعمري ألفت كتب ولعمري يا رب دعيت مثلاً في الزعوة ولا أنا أنا مثلاً اديت محاضرة ولا أنا عمليش في الكلام لا أعرفش لكن أنت كان عندك فضل مال كعندك مال فأنت لما أعدت بهذا المال في مثل هذه الأبواب أبواب الخير وكما قلت من أفضل أبواب الخير مثل هذه القنوات التي تبلغ دين الله عز وجل في كل الأسقاع وفي شتى الأمصار تخيل أنت مثلاً كل كلمة يقولها الشيخ أو الدعية أنت قسيم وأنت شريك له في هذه الكلمة تخيل بعض المتحدة ممكن الإنسان ييجي يوم القيامة يقول يا حزرات كدير جداً 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 لأنت عدت بمالك وهذا المال ينبغي عليك أن تقيم حدود الله عز وجل في هذا المال الإنسان يسأل عن المال فقط سؤالين من أين اكتسبته وفيما أنفقته أنفقت فلوسك بإيه بقى فيه أنفقت فلوسك في إيه في السهر في الشرب على دي ودي ولا دا أعملت فلوسك في إيه ستسأل عن كل جنيه كل جنيه أنت صرفته صرفته لي في الباب ده طب هل هناك عاقل ماشي في الشارع مثلاً يذروا هذا المال في الريح لا يقول بهذا إنسان من عاقل الأمر من باقي علي الإنسان أيها الإخوة أن لا يحرم نفسه من هذا الخير أنك أنت تكون قسيم لكل شيء ولكل داعية من الدعاة إلى الله عز وجل في هذه القناة أنت مشارك وأنت قسيم له في كل أجر وفي كل لفظة يبلغها عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما رضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه